السلام عليكم و مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لقناتي اطباق زوجة هاني كما راكم تشوفوا البنات اليوم جبت لكم وصفة صابلي الجوزية اللي طلبتوها مني بشدة اليوم جت لبيكم لرغبتكم و ان شاء الله نكون عن حسن ظنكم بزرتي قناتي اول مرة و قولك حبيبتي اشتركي في القناة و فعلي الجرس راح يوصلك كل جديد ما تنسيش تضغطي على جيم انا ربلي الفيديو هذا و عجبك و نال ريضاك هونك ليه الامانة انا يا الكيلة كنت خدمتها للمحل بعد قلت نديلكم فيديو و عدتكم به يعني خلطت معكم هنا كيلة صغيرة انا وش درت هنا ينتوا مدوبلوها حسب الرغبة تاكم درت نص باكي زبدة مية وخمسة وعشرين جرام مع زوج ملاعق سكر ناعم نخلطوهم جيدا وضفت عليهم حوالي خمسين جرام حلوة الترك انا نصحكم تستعملوا حلوة الترك لانه راح تعطيها واحد اللي بنا صدقوني بزب بزب هايلا نخلطوها جيدا و نضيفو عليها حبا بيت كاملة و نبقى نخلط كما راكم تشوفو اللي عندها بيتخا والاباطيغ تقدر تستعملوا انا ونحبت نخدم بيدي لانه نحس الملمسة على الابات اللي عندي نحس البيض و نضيفت غير السفر يعني ضفت سفر حبا بيته و نبقى نخلط جيدا حتى تشعر زبدة كذابت فيه و تخلطو المكونات كامل نبدأ نضيف فلامايزينا نضيفت هنا ثلاث مغارب كبار و نخلطها حتى تدخل لداخل الخليط يرجع لك خليط كريمي كما تلاحظي الآن نبدأ نضيف الكاكاو تدريجيا كما تشوفو انا نستعمل كاكاو بنوعيه نص مغرفة و نص مغرفة يعني ملعقة واحدة كاملة يعني من الكلاغ قلت لكم دايما نستعمل كاكاو الفاتح للبنة و الغامق لللون مع نص باكي خميرة الحلويات و نخلط جيدا انا اضفت هنا لاغوم الجوز و اللي ما عندهاش تقدر تستعمل كاكاو اعفوا لاغوم البندق و لاغوم الكارامل و اللي تقدير تستغناء عليها كامل لانو حلوة الترك واحدة رح تطيلك بنا نبدأ نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل لجينة طرية كما ركو تشوفو فيها وش ندير 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 نيلون و نفتح فيه لابات نيلون البنات توجو ننصحكم انكم تستعملوه انا في المحل و ما زالني نخدم به و ما رحش نستغناليه بإذن الله لانو توجو لي ساعدني في الخدمة تستعملي اي طابع عندك انا اليوم شكدرته بالشكل تاع القلب و ندير له ثقب في الواسط لانو حندير مواضيع جديد للمحل كل مرة اني نبدللكم طابع و نبدللكم شكل تاع الصابلي الجوزية لانو مطلوبة بشدة في المحل عندي و نخاف انو الزبائن يقول لك راهي معاودة السمانة اللي فاتت تفضلت لك ولا على هذيك توجو نبدللكم طابع باش نعطيكم لمسة جديدة في نفس الوقت نعطي نفسي اني نحب ندير موديل جديد نوع به نفتحوا الابات كما شدتوا نمسحيها بيدك من الفوق بيتحسي بلي الابات راهي متساوية في كل سطح انتحها توجو نقولكم مسي بيدك ماشي تتكلي انك فتحتي بالاخر و خلاص و تطبعي بالطابع تاك عابلكم الطابع هذا يجي معوج دونك اقلبيه في كل مرة باش تجيك الحبة مساوية فوقتها و لا صاط لك كما انا يا كنت مين داك نقلب و مين داك ننسا ندوري الحبة تجيك بالعوج و لسقيها عادي متخافيهاش شوفوا النيلوك يترفدي بيك كيفاش يساعدك ترفدي الحبة تعيقاته بكل سهولة ديريها متوسطة كما نقول مديهاش خشينة و مديهاش رقيقة متوسطة في الدكت قدري تشديها بجيك شوية حبة عالية مليحة نكمل نرفض انا يا كل الحبات نديرها في سنيوة و نبدأ نوريكم و شاح ندير خطوة ثانية كما كنت شوفوا انا شديت لدوي كما هديك اي واحدة صغيرة عندك ليس صغير عبصال اللي تديري بيه ثقب في الوسط ولكن طابع تاك في حد ذاته فيه ثقب ديري به نحيب الكي يغضون هادوك الزوائد و نعطيبهم في فرن متوسطة الحرارة حتى ياخذوا لك اللون الذهبي ملتحت و ملفوق هايليك انا طابت الصابلي تاعي شوفوا كيفه ملفوق تنشوف لكم ملتحت الطيب بيان دوغي غير بالطباع جي اهشيشة ردو بالكم تكسر لكم اهنا عندنا لاموس الجوزية اللي بزاف يساقسوني عليها و في كل مرة نجاوبكم ولكن ما فاهموش اليوم اقول لكم والله يسامحوني كانت عندي في المحل خدمتها و وجدتها يعني اقول لكم انا يا هذا الوصفة ندرت لكم اليوم سبيسيال باش توما تشوفوها لان هنا وش عندنا عندنا ميتين وخمسين قرام عصل اخذي اي نوعية عندك انا مفضل انكم تستعملوا المرجان ولا نوعية تكون تقيلة ديروها فوق الفرن خلوها حتى تغلي احكمي مغرف ديري هذي قطرة من العصل في الماء تولي لك حجرة تعافي بلي لعصل تاك راوصل درجة الغالعين من بعد كوني طلعتي زوج بيض بيض مع قرصة على الملح تطلعيهم كما نطلعوا المورنج ونبدأ ونضيفوا عليها تدريجيا لعصل هذك حتى يولي لك تعقد لك البيث تاك يعقد ويرجع لك كما كنت شوفو فيه يبرق يبرية ثم تبقيت تخلطي حتى تشوفي الوعاء تاك رجع بارد تحبسي تخلط وتبدا يتعمري لقاطو تاك اي نوع تستعمليه كما راكو تشوفو انا يا مشيتها شوية في الطرف والوسط خليتها عالية بشرك الثقب تتعمر بالجوزية تدريت لها غلاسة شوكولة اي نوع شوكولة تحبي تستعمليها اي كولغ تحبي تستغنية على الكاكاو تدريها ببيضة ودي لها شوكولة بلون ولا تدريها كما درتها انا صدقوني انا يليك اليون تاعي هذي اللي عكو تشوفو فيها طارت صدقوني بالله ما بقتش نهار ونصف المحل كانت داوها التزيين يرجع لكم انا درت لها خطوطة شوكولة شدية شوكولة كتسيينة تزيينتها كما اعتمدنا على التزيين الثالث احكمي شوكولة بلون مارون نوع سكرف جناهم في سكرفاج وبدي ديري ميلانج بيناتهم وديكوري به ويرجع الرغم تاكم تستعملي لبيبي شوكولة تستعملي لزيجزاج واحدهم تستعملي حبة جوز وش عندك في الدار تقديريها هاي لكم القطو التاعي في شكل نهائي تاعو صدقوني بالزاف بنين وكمياتها نصباكيز بتاع هذا وش قطعت لي هذو عفوا اللي قدرت نصورهم لانه كي حطيتهم في شباكي ينشفو كانوا بدو يدخلوا لي كليون ودو منهم صدقوني اللي دوهم ان شاء الله نلقرأ تعليقاتهم هنا ويقولوا لي رأيهم في القطو التاعي اللي ذاقوه واللي يعجبهم شهيتكم في الجنان تمنى انكم استفدتم الفيديو تعليو يغطيكم الصحة على حسن المتابعة نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله تعالى وفي الختام السلام عليكم